موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام أينما كنتم مرحب فيكم في هذه الأمسية الجديدة والأمسية الخاصة للاحتفاء والاحتفال بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بيومها الوطني التاسع والثمانين فكل عام والمملكة العربية السعودية قيادة وشابا بألف خير كل عام والمملكة بحجازها ونجدها من البحر الأحمر إلى الخليج العربي بألف خير موطني لا ذعذع الصبح مسك وشع نور وانتهض من بين الأغصان للقمري جناح وارتفع صوت المنادي ونادة بل بكور وبعد تهليل المودن وحيا الفلاح رفرفت فوق المحبين لا يوم النشور رأيت فيها من الله للمومن سلاح لك في التاريخ دور انفرق عن كل دور ولك في الحاضر نجاح مهوبية نجاح يا هوى من ذات بالدين عن بيت طهور ويا ذرى من ذم رتبة تهوي إلى الجراح روسنا روسنا لأصاح فينا ملكنا ما تبور تارد إحياض المنية كما ويرد القراح سعوديون همتنا طموح بها نرقى إلى قمم المعالي سعوديون والإسلام نهج جبال طاولت شم الجبالي أنا الإسلام رباني صغيرا على الإحسان مشكات الكمالي أنا التاريخ يعرفني وإني إلى التاريخ أبني كل عالي أطاول بالثري حسن ظني فتطوى غربة ويتيه سالي دروب المجد تعرفنا وإنا ورثنا المجد إرثا من رجالي سعوديون لا نبغي فرارا إذا ناد المنادي للنزالي صحيح سفاكم مسلمت ونحن نحتفي مشاهدين بهذه المناسبة السعيدة والعزيزة على قلوبنا يسعدنا أن يشاركنا فرحة هذا اليوم كل من شاعر بلقيس شميري والشاعر محمد بن دايل القرني القادمي من المملكة العربية السعودية هذا يوم مرحبا بكم كل عام أنتم بألف خير يا رب والمملكة العربية السعودية بألف خير الله يطول أموك سلام إن شاء الله دعونا نبدأ بالاحتفاء والاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين أعتقد الشاعر دائما يحتفي بالمناسبات الوطنية يعني بطريقة جدا مختلفة عن غيره من الناس بطريقة فيها حس عالي جدا بطريقة فنية أنصح التعبير سيد محمد ماذا تعني لك هذه المناسبة وكيف تحتفي بهذه المناسبة بسم الله بالنسبة للمناسبة حقيقة هي تمثل لنا الشيء الكبير نعم كيف لا وهي تتكلم عن العرس التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية ووطننا الغالي نعم لا بد أن الشاعر أن يكون له مشاركة في هذا الحدث الكبير والذي يتكرر مرة كل عام نعم بالنسبة لك بلقيست تفضل لي بالنسبة لي اليوم الوطن التاسع والثمانين طبعا هو عرس للمملكة العربية السعودية ويعني حقيقة يعجز اللسان عن إفاء حق الوطن الوطن يطلب مننا الكثير صحيح كما قدم لنا الكثير نعم طبعا بالنسبة لأعتقد أنه نعم عفوا بالقيست المملكة العربية السعودية الحقيقة سعت إلى تعزيز مكانة المرأة لا سيما في الآونة الأخيرة وإبراز دور المرأة ومكانة المرأة في كافة جوانب التنمية وبالأخص لا سيما طبعا في الجانب الثقافي وأحد الجوانب الثقافية هو الشعر والشاعرات كيف أثر ذلك برأيك بلقيس على ظهور الكثير من الشاعرات وإبرازهن على الساحة الشعرية اليوم هل أثر ذلك ربما على ظهور الكثير من الشاعرات هل تعتقدين بأن يعني بالتشجيع والدعم ظهرت الكثير من الشاعرات اليوم طبعا في رؤية عشرين ثلاثين كانت داعمة للمرأة السعودية بشكل كبير جدا بالنسبة للمرأة أو الشاعرة على وجه الخصوص ظهر التأييد والتمكين للمرأة أفضل من العهود السابقة أحسسنا بفرح تجاه هذه القرارات الجديدة التي حررت المرأة من القيود التي كانت ترفل تحتها وترضخ لها يعني العقود حديدة نعم بالتأكيد صد محمد هناك تنوع ثري ربما فيما يخص الشعر والشعراء في المملكة العربية السعودية بالذات حقيقة لأن المملكة كل إقليم من أقاليمها وكل منطقة من مناطقها تختلف في موروثها في إرثها وربما حتى في لهجتها وأعتقد بأن ذلك أثر الشعر أثر كافة الأوجه الثقافية والشعر بشكل خاص كيف أثر ذلك الشعر؟ لا شك طبعا المملكة العربية السعودية مساحة ممتدة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها نعم تحتوي على الكثير من التقاليد وكل منطقة أو كل أقليم لها تقاليدها الخاصة وعاداتها الخاصة ولهجته الخاصة به الشيء هذا يعني يكون ثقافات متعددة ومما لا شك فيه ناثر الساحة الثقافية على وجه العموم وعلى وجه الخصوص الساحة الشعبية نعم نعم بالتأكيد هناك تنوع جميل كذلك أيضا في وجودكم اليوم معنا بلقيس القيتي قصيدة باللغة العربية الفصحة أما شعرنا محمد طبعا بالشعر النبضي هذا شيء جميل جدا كذلك أيضا هذا التنوع وأنا حابة أسمع قصيدة كذلك أيضا بلقيس مستعدة؟ مستعدة يقول الله في محكم كتابه نزل بالحق وافلح من قرابه كتاب الله وسنتنا نبينا نعرف الله نخشى من عذابه مليك الشعب عون في الليالي صقيل السيف في وقت الرتابه يرد المعتدي يدحر عدوه لأنه ديب ما يخشى الديابه ومن يحمى حمل بيتين يرقى سنود المجد وابلم من سحابه نحبك كل أبونا يا أبونا شعب واحد وحدنا ترابه نذود بروحنا عنك ونفدي في داك الروح عزك في مهابة وفاك الطيب وطباعك سجية وفي الويلات حرب من حرابة أيا حامي حمل بيتين وبشر بلابة عز تغني كل لابه بلا قانون دستوره وضعنا خدانا هدي مختار الصحابة درسنا الدين وعرفنا حدوده ولا نجهل كما جهل الغلابه نبيها راية الدين ومظلة غرابة في زمانا لا غرابة وانتم خير من يحمى حمانا إلى كشر غرير عن نيابه سألت الله يحمي كل مومن حمى عرض كسير في جنابه مسح دمعة يتيم من عيونه وجرح خافي دامي سطابه أنات الحلم درع في يمينه وفي يسراه سطرت الكتابه نحبك كل أبونا يا أبونا لأنك ذيب ما تخشى الديابه تفضلين تكتبين عادة باللغة العربية ولا باللهجة البيضة أو الشعر النبطي شو تفضل بالقيسة كتاب أحب الكتابة طبعا عندي على حد بكل أنواعها بالنسبة للشعبي هو أقرب أقرب للشعب أقرب للناس مفهوم تعتقدينه يوصل للناس أسرع يوصل للغة البيضاء أنا أكتب باللغة البيضاء لاحظت باللهجة البيضاء مثل ما يسمونها نعم بالنسبة للفصيح الفصيح هذا اضطر أن نستخدم الفصيح إذا كانت قضية وطنية أو قضية تخص شيء أعم وأشمل من القضايا البسيطة جميل الفصيح أصعب بكتابته ربما عن الشعر باللهجة البيضاء أو الشعر الشعبي بالنسبة للجبل قيس لأنه لا هو أصعب بالنسبة للآخرين لكن اللي يكون مثلاً ملم بقواعد اللغة وعنده مثلاً الموهبة موجودة فما أعتقد أنه لا أعتقد أنه سبب لأي مشكلة سيد محمد نسمع قصيدة أخرى والله فيها قصيدة أمجهزها في الأمسي اللي راح تكون اليوم نعم فقط أهل الأمارات والشارقة على وجه الخصوص أقول أمن السعودية سلام وتحية أمقدم أهل عيون شعبة الإمارات اللي لهم معنا علاقة قوية متميزة من بين كل العلاقات نعم الخوي اللي يقدر خوية فزعته رضاقت عليه المساحات أقرب لنا من قبضتها البندقية وصدق من الدمعات والبتسامات في وجه طفل حركاتها في وجه طفل حركاتها برية مشاعرة تظهر عليها العلامات يعيال زايد قارعة كل هيا جيشني خلي كل نارنا سلامات سلام سلام يا روح الشموخ سلام يا دار الشموخ ألبية سلام يا دار الشموخ ألبية يا قبلة النخوة ونورة الحضارات يا من خذت على العالم الأولوية روح العزيمة واختصار المسافات ونالت في أفاق الأدب لفضلية وصار اسمها من ثامنة المستحيلات من بوظبي من بوظبي لما القوين الأبية لدبي لعجمان جزلة التحيات ومن نار راسة الخيمة أجمل هدية إلى الفجيرة نهدية أجزال الأبيات وزكا السلام ومستكاه وندية للشارقة روح الأدب والثقافات مهد الشعر مهد الشعر وحروفها لبجدية وعكاضة وباكورته والبدايات تحت ظلالة العزوة القاسمية الحي منهم يتبع أثار الأموات العود وصى بالشهامها وصية وتناقلوها في جميع المجالات العبقرية ترثة العبقرية والداهية هلامات من بعدها إدهات مثال أبو خالد كريمة السجية القاسمي الحازم زبون المهمات مواقفها في كل شبرنا جلية على التحدي على التحدي حقق الانتصارات عسى سنينة عسى سنينة في حياتها مدية هيهات من مثله في الناس هيهات سلامتك صحبا شعرنا محمد بتأكيد أنت من الأشخاص اللي يؤمنون بأن القمة أو قمة الإبداع تتسل للجميع نعم اليوم ما هو دور الشاعر السعودي في دعم الشعراء الجدد حتى يصلون ربما إلى قمة الإبداع إلى أي مدى ممكن تأثر فيهم كذلك أيضا كشاعر معروف وله بالنسبة للشعر الشعر اللي له خبرة في الساحة أو في المجال هذا لا شك أنه يمثل أو يعني يؤثر يؤثر سلبا أو إيجابا على الشعراء اللي الجيل اللي بعده هو هكذا نعم فلابد على الشاعر أن طبعا الدعم الدعم والتشجيع أنت ما وصلت أنت الشاعر اللي صار لك اسم في الوسط الشعري وفي الساحات الثقافية ما وصلت للمجال هذا إلا بدعم شخص أو أكثر من شخص شخص آمنة بك نعم فلابد أنك التجربة اللي عشتها أنك تنقلها للجيل القادم وتشجعهم وتحفزهم لأن في المجال في النهاية أنت راح تتخلى عن عرشك وهناك من سيحل مكانك ويعتبر يعني إما شاعر وطن أو شاعر قبيلة يخدم قبيلة أو يخدم وطنة فلابد أنك تكون يعني مؤثر إيجابا لا سلبا في الموضوعات نعم جميل جدا أنا أشكركم عموما على تواجدكم ويانا اليوم وأنا بنأخركم بتأكيد وراكم كذلك أيضا أمسية شعرية شكرا لكم على تواجدكم ويانا اليوم وكل عام وأنتم بخير جميعا مشاهدين الكرام يعكس احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة ومشاركتها الرسمية والشعبية في احتفالات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يعكس عمق العلاقات بين البلدين التي تجاوزت مفهوم التعاون الثنائي بين دول الجوار لتنتقل نحو الشراكة الاستراتيجية التي تعززت عبر التضحيات المشتركة وتعمقت عبر التنسيق والحوار الصادق عن عمق العلاقات بين الإمارات والسعودية نتابع على التقرير لطالما كان قلباً واحداً تجمعهما أواصر المحبة والإخاء وقوة التلاحم والمصير المشترك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نموذج عربي من الأصالة والتاريخ المشترك من هنا كان الاحتفاء باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين تعبيراً عن مدى الترابط العميق الذي يجمع بين البلدين الشقيقين يرجع الفضل في تأسيس العلاقات المتينة ما بين البلدين إلى المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان والملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراهما اللذان حرصاً على نهج التنسيق والتعاون المستمر بين البلدين وقد استمرت هذه العلاقات في تميزها بقيادة صاحب السمو الشيخ خليف بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تمثل العلاقات الإماراتية السعودية ضمانة قوية للأمن القومي الخليجي والعربي بوجه عام بالنظر إلى تطابق وجهات نظري البلدين الشقيقين تجاه مجمل قضايا المنطقة وتعاونهم البناء والمثمر في التعامل مع التحديات التي تواجههما العلاقات الإماراتية السعودية تستند إلى أسس راسخة تجمعها وشائج من المحبة والإخاء ويقفان معا بقوة وإصرار في خندق واحد لمواجهة الأعداء ويدا واحدة في دعم مسيرة التنمية والنهضة لبناء حضارة شامخة لا حدود لها حياكم الله مجدداً طوال السنوات الـ 89 المنصرمة ومنذ تأسيس المملكة العربية السعودية في القرن الماضي بذل قادتها جهوداً من أجل أن تتبوأ المملكة مواقع متقدمة على المستوى السياسي والاقتصادي كيف أجادت المملكة بقيادتها دفت التغيير بكل ثقة واقتدار وكيف باتت حاضرة على المسرح الدولي بشكل منقطع النظير للحديث أكثر عن النهضة الحضارية التي حققتها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات والمناحي نصدف اليوم الأستاذ علي اليامي المستشار الإعلامي في مركز الجودة الشاملة والأستاذ نورا الرشيد باحثة إدارية والحاصلة على ماجستير إدارة من جامعة الملك السعود ومؤسس مبادرة تراثنا عشرين ثلاثين السياحية في المملكة العربية السعودية أيضا كرمت من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان كأحد شركاء نجاح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حياكم الله مساء الخير وكل عام وأنتم بخير وكل عام ومملكة العربية السعودية رب قيادة وشعبا بألف خير حياكم الله الله يبقيك أختي سعداء جدا بوجودنا في بلدنا الثاني الإمارات العربية المتحدة سعداء بوجودنا في تلفزيون الشارقة في هذا البرنامج النير الذي يسلط الضوء على احتفالات المملكة العربية السعودية وذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانون الذي يشكل عبق تاريخي للمملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ومن بعده أبنائه البررة حتى يومنا الحاضر وهذا دليل عمق التلاحم بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالتأكيد خلنا نبدأ وياك أستاذ علي ونتحدث ربما عن شعار احتفالات المملكة هذا العام باليوم الوطني التاسع والثمانين هم حتى القمة وهذا الشعار مستوحى من حديث لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالتحديد في الرابع والعشرين من أكتوبر عام 2018 لننتوقف البداية عند هذا الشعار وهذه الهوية ودلالاتها طبعا هذا الشعار طبعا استوحي من كلمة مشهورة لسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان نعم رجل الإصلاح والإحلال والإبدال رجل الإعجاز والإنجاز رجل الإبتكار رجل المرحلة الحقيقي طبعا همه طبعا ينعكس على جبل طويق جبل طويق معروف بتاريخه معروف بهمته معروف بارتفاعه ويقع في نجد طبعا نعم فهمة المجتمع السعودي الشعب السعودي بأكمله مع همة ولي العهد والقيادة السعودية بقيادة مولاي خادم الحرام الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هي همة جبل طويق كان يقصد سمو سيد الأمير محمد بن سلمان أن الهمة الحقيقية لن تتوقف ولن تتأثر ولن تعود للورع بل ستكون إلى القمة شامحة كجبل طويق صدق فيما قال اليوم الشعب السعودي في خلال فترة وجيزة أكمل مرحلة بناء وتجاوز كل المراحل بالإصرار بالتغيير بالإبداع بالإحلال بالنموذجية بفتح المجالات العديدة المواطن السعودي في يوم من الأيام عاش رعوي مثل بلدان الخليج العربية وعاش على البترول الآن الإحلال والإبدال موجود التغيير موجود الإصلاح موجود طبعا إيجاد كل بدائل الاقتصاد في المملكة العربية السعودية موجود المهرجانات موجودة تفعيل أدوار الشباب من الجزائي موجود المرأة السعودية حاضرة بقوة في كل المجالات استطاع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان أن يصنع مجد جديد عنوانه الإبداع في كل شيء ببساطة هناك طبعا كوادر هناك نجوم هناك ثقافات مختلفة المملكة العربية السعودية تنوع الثقافي جميل طبيعة أرض ممتدة من الجنوب إلى الشمال ومن الغرب إلى الشرق كلها عوامر رئيسية حولها هذا الرجل إلى درة في كل شيء وأصبحت المملكة العربية السعودية اليوم وهي تحتفل باليوم الوطني التاسع والثمانون هدف استراتيجي لوسائل الإعلام العالمية للنجوم العالميين للشركات العالمية للمؤسسات العالمية للبنوك الاقتصادية وذلك في فترة وجيزة في فترة وجيزة وهذا دليل خياسية إنما يقوله سيد الأمير محمد بن سلمان قولا وعملا يتطبق على أرض الواقع بواقع أن الإعلام العالمي المؤثر المؤثر وركز المؤثر صحيح والذي لا يمكن أن يذكر لا تقرير ولا مشهد ولا خبر إلا بتمع وبدقة معتمد على تفاصيل وعلى أرضية ليكسب قراءة بشكل أكبر خاصة أنه متابع من جميع دوائل العالم دول العالم بما فيها المؤسسات الاقتصادية الكبرى هنا أرضية حقيقية نحو الإبداع الأمير محمد بن سلمان هو رجل مرحلة استطاع أن يقول ويفعل استطاع أن يواكب نظرة الشاب السعودي هو أمير الشباب الحاضر هو أمير الشباب المستقبلي هو رجل المرحلة وبدعم ورعاية سمو سيدي خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أدام الله وعزه الله يطول بعمهم يا رب ويحفظهم أجمعين ذكرت حضرتك أستاذ علي في معرض حديثك أو تحدثت عن تفعيل دور الشباب وأعتقد أن ذلك نعكس على الشباب نورة بدليل أن نرى مبادرات اليوم الشباب ومبادرة تراثنا عشرين ثلاثين هي إحدى هذه المبادرات دعينا نتحدث عن هذه المبادرة ما هي فكرة هذه المبادرة ما هو دورها ربما في أيضا تفعيل الجد السياحي لمملكة العربية السعودية أولا أشكر استضافتكم واحتفائكم باليوم الوطني السعودي 89 تلفزيون الشارقة وحكومة الشارقة والإمارات وأهالي الإمارات الكرام اليوم الوطني السعودي اليوم الوطني عموما هو تذكير وربط الأجيال الحالية بالسالفة كيف كنا وكيف أصبحنا تجديد عهد وولاء اليوم الوطني من لا ماضية له لا حاضر على متأكيد فكذلك مبادرته جاءت من أجل الربط والتنسيق الإداري بين الكينات القائمة على التراث الجهات الحكومية والخاصة والأفراد التراث بمثابة أو كأن شجرة شجرة مهما تعددت فروحها الأصل ثابت هناك خصائص إنسانية مشتركة بين تراث العالم ككل نستفيد من بعض البعض التطوير بالاستفادة من تجارب مماثلة وسابقة التراث من التوارث ماضي حاضر مستقبل إضافة إنجاز على إنجازات من سبقونا البناء لا يمكن أن يقوم دون قاعدة أساسا هناك تضافر بين كل المجالات أنا تخصصي إدارة كنت أنشد عن التطوير الإبداع فوجدت التراث هو الأصل كيف أنت تنطلق ما تستلهم من تجارب من سبقك ما تستلهم من تجارب من حولك اختلافنا للتكامل كذلك الأصابع الإنسان مثال اختلاف بينها لأداء وظيفة واحدة نختلف لكي في النهاية نتكامل نؤدي وظيفة واحدة جميل جدا نورة جميل سمحوا لي أن أخذ هذا الاتصال حيث تواصل فقرات حلقتنا اليوم مشاهدينا الخاصة بالاحتفاء والاحتفال باليوم الوطني السعودي 89 وبهذه المناسبة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور عبد الرحمن المشيقح عضو مجلس الشورى وأمين عام مجلس جامعة المستقبل دكتور مساء الخير وكل عام أنت بخير كل عام أنت بخير سهلا دكتور كيف تعبر ربما عن هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع أنا مساء الخير السلام الرحمن الرحيم نعم أشكركم على أشكر قناة الشارقة على تحت الفرصة لي على هذه المشاركة في يوم الوطني طبعا يوم الوطني هو يبدأ في من اليوم الأول من برج الميزان الموافق 23 سبتمبر نعم 23 سبتمبر نعم هذا اليوم يعني فعلا يوم وطني واختار شعار مهم جدا صحيح هو الهمة حتى القمة نعم يعني توحيد المملكة العربية السعودية الأراضي الشاسعة المتراملة الأطراف صحيح يعني معجزة هي معجزة فوق الرمال الحقيقة هي معجزة كبيرة جدا في هذا العصر يعني بلد مترامل أطراف شاسع إمارات متناحرة وضعف الآمن بشكل كبير ثم وحده الملك عبد العزيز وأصبح من أهم البلدان العربية والإسلامية ومن أهم البلدان الاقتصادية في العالم يعني فعلا معجزة كبيرة جدا وفي وقت ترى قصير يعني ليس طويل نعم فهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى نتحدث نعم تفضل دكتور تفضل أنا ما أدري كم الوقت الليلية عشان أتحدث خضر أحدك دكتور ربما اليوم نحن تفضل تفضل اسمح لي يعني نشر العلم يعني كان في ذلك الوقت ينظر أن تجد من يقرأ الكتاب يعني قلة صحيح قلة في أي مدينة من المدن أو في قرية قلة جدا هم يستطيع أن يقرأ ويكتب نعم ثم انتشر التعليم في المملكة العربية السعودية بحيث أن يعني أصبحت الآن التعليم في المملكة يضعى فيه كثير من بدن العالم يعني من النادر أن تجد أمي في المملكة العربية السعودية نعم من النادر جدا 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 نعم الصح كان أمراض في ذلك الوقت متفشية خاصة الحصبة والجدري ثم قضي عليها قضاها مبرمة شقة طرق والمواصلات تدخل وسائل للتصالات تحديث في عادة الملك عبد العزيز نعم لم يكن أي نوع من التصالات دخلت البرقية في ذلك الوقت ثم طبعا الهاتف ثم إلى آخر نعم يعني المواصلات لم يكن أي شيء سوى الإبل نعم كانت كمعظم توحيد المملكة على ظهور الإبل والخيول صحيح نعم تسمح لي طبعا دخلت السائرات والطائرات والقطار رغمين شيء للقطار في عادة الملك عبد العزيز نعم يعني إعجاز وإنجاز كبير جدا جدا نعم إقامة نعم أنا حابة بس أركز دكتور لو إذا تسمح لي على تطور الاقتصادي للأسف انقطع الاتصال عموما كل شكر لك دكتور يعني على هذه المداخلة والحديث يمكن عن نواحي عدة يمكن من مراحل التطور أنا أستاذ علي أنا كنت حابة أتكلم عن الاقتصاد السعودي وكيف يعني المراحل ربما التي مر فيها مراحل مختلفة يمكن في القرن العشرين حتى أصبح من أهم الاقتصادات العشرين على مستوى العالم أعتقد بأن مراحل عديدة مر بها الاقتصاد السعودي حتى وصل اليوم إلى ما وصل إليه هناك تحديات كبيرة أعتقد واجهة الاقتصاد السعودي ومتخصص ولكن كأعلامي ومطلع على الأوضاع الاقتصادية ومطلع على تاريخ المملكة اقتصاديا الملك عبد العزيز طيب الله ثراه الذي أسس هذه البلاد استطاع أن يجد ركيزة أساسية اقتصادية تتركز على الإنسان تتركز على قدرة الانتقال من مراحل العشوائية إلى مراحل الانتظام حتى أصبحت قبائل تحت منظومة اسمها منظومة الحياة المدنية البسيطة يعني حاول الملك عبد العزيز وقتها أنه يوجد اقتصاد متوازن في نجد ومن ثم الانتقال إلى جميع مناطق المملكة أتى بعده الملك سعود رحمة الله عليه الذي أوجد بنية اقتصادية مختلفة تناثرت حول المملكة ثم جاء الملك فيصل الذي جمع الكثير 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 في خلال ظروف محيطة سياسية صعبة كانت حرب طبعا حروب دولية استطاع من خلالها الملك فيصل رحمة الله عليه أن يحفظ الاقتصاد السعودي ويحول إلى اقتصاد داخلي ثم جاء الملك خالد وحول هذا الاقتصاد إلى زيوب المواطنين من خلال القروض الزراعية التي حولت المواطن السعودي من مواطن بسيط إلى مواطن غني يعيش اليوم ثري ثم جاء الملك فهد الذي رحمه الله الذي أوجد البنية الرئيسية في التطوير العمراني والاقتصادي وربط ما بين مناطق المملكة اقتصاديا حتى أوصلها إلى ما وصلت اليه اليوم ثم جاء الملك عبد الله بعد الملك فهد واستطاع أن يستفيد من كل الطفرات المالية التي عملت من عهد الملك عبد العزيز حتى عهد الملك فهد وطبعا حورها داخل المملكة واستطاع أن يحول المناطق المملكة إلى ثروة اقتصادية غير طبيعية من خلال نزع الممتلكات من خلال مشاريع الجامعات من خلال مشاريع الطرق من خلال مشاريع الابتعاث من خلال مشاريع الابتكار الداخلي في التخطيط العمراني والإسكان من خلال المطارات وتطويرها تحويلها إلى دولية من إقليمية كانت المطارات الدولية سابقا تتركز على الرياض جدا ممكن أبهى الآن من منطقة القصيم في السعودية تستطيع أن تسافر أي مكان طبعا أضيفي إلى ذلك أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المشاريع الجديدة أذهب إلى هيئة الاستثمار السعودية التي استطاعت أن تكون نافذة حقيقية نحو استغطاء بالشركات العالمية وهذه نقطة مهمة جدا الاقتصاد العالمي الآن متجه إلى المملكة من خلال فرص الاستثمار المتاحة التي أوجدها سيدي خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بالسماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار بعدة طرق وعوامل جديدة تحفظ له المكانة والحقوق والواجبات والاستثمار العام المملكة اليوم هي حظ للمملكة العالم الدافئة للاقتصاد المملكة اليوم تنوعها الثقافي يحمي الاقتصاد المملكة اليوم تركيبتها الاجتماعية تختلف عن التركيبة المجتمعية المسابقة المملكة اليوم إعلامها يختلف عن الأمس تركيبة الاقتصادية المملكة اليوم يوجد فيها فرص غير طبيعية استثمارية بدليل أن احتفالنا الأمس باليوم الوطني في جميع مناطق المملكة أخرج مواهب اقتصادية في كل منطقة وقرية وهجرة حتى أصبح المبدع حاضرا بفكره وفنه وأسلوبه وتعاملاته فأصبحت فرحة اليوم الوطني ناتج اقتصادي من أرض الطبيعة من المملكة العربية السعودية لن يكون المستقبل للمملكة إلا خيرا كل مشروع من اليوم من المشاريع الترفيهية من أفكار سيدي سمو ولي العهد المملكة اليوم هي بلد المؤتمرات المملكة اليوم مستهدفة في كل شبر بالمؤتمرات الزراعية بالمؤتمرات الترفيهية بالمؤتمرات الاستثمارية بالمؤتمرات العالمية وقريبا ستكون دول العشرين في المملكة العربية السعودية بما ينعكس على المملكة اقتصاديا وإعلاميا وثقافيا وسياسيا فالمملكة محور عجيب المملكة استطعت أن تتغلب على الظروف المحيطة بالأمس القريب أعداء الوطن إرهاب إيران إرهاب كل مخرب يحاول استداف الاقتصاد العالم من خلال عرامك وفي السعودية المملكة تحتفل بعده بأيام باليوم الوطني شعب متلاحم ومراء مناطق واعين مسؤولين مفكرين مراكز في المملكة قوية جدا مجالس أدبية ودواوين ثقافية وعوامل اجتماعية تدور حول وصائل التواصل الاجتماعي بالمباركة والتهنية والقدرة على الانتقال من مرحلة التفكير فيما جرى إلى مرحلة الانتقال إلى ما بعد المملكة اليوم تخوض حرب إعادة الشرعية في اليمن تخوض حرب تطهير اليمن من الفئات التي تحاول تدمير الشعب اليمني تحاول بقدر الاستطاعة عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة إغاثة المجتمع اليمني إنسانيا واجتماعيا وصحيا وبيئيا وتعليميا المملكة اليوم تحتضن ألاف الأسر المملكة اليوم تحتضن العالم بأكمله المملكة اليوم هي نافذة العالم الحقيقية نحو الأمان المستقبلي وستكون ولن تكون إلا كما عرادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد يعني قمة في كل شيء بوجود شعب جبار شعب عملي شعب لديه الكثير لا يعرفه إلا من يعيش معه لديه همة حتى القمة بتاكي وهي مفكر يستطيع أن يتناغم بعض المفكرين يفسر المجتمع السعودي من خلال أدوات التواصل الاجتماعي هناك مجتمع آخر على عرض الطبيعي سمعي أستاذ علي أخذ رأيي سعادة الدكتور عبد الرحمن المشيقح لأنه ويانا طبعا في الاتصال مرة أخرى سعادة الدكتور عبد الرحمن المشيقح حضو مجلس الشورى وأمين عام مجلس جامعة المستقبل حياك الله مرة أخرى أهلا 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 مستقبل أهلا دكتور ما أصف طبعا انقطع الاتصال دكتور ربما كنا نتحدث مع أستاذ علي عن اقتصاد المملكة الذي قفز قفزات عديدة وحقق إنجازات عديدة وأصبح له دور محوري في الاقتصاد العالمي حابة أسمع تعقيبك كذلك أيضا بلا شك يعني بحكم أيضا كنت عضو في اللجنة الاقتصادية لسنوات الغرفة التجارية السنعية منطقة القصيم لسنوات ورئيسا لمجلس دارة عدد من الشركات ورئيس مجلس دارة جمعة المستقبل ومجلس أمناها بلا شك الاقتصاد في المملكة العربية سعيد من عدد الملكة البعيد والاقتصاد ياربه متسارع خاصة أنه الصعوبات التي نحن نعيش في صحراء مترامية لأطرابه كبيرة جدا شاسعة فأنعم الله المملكة العربية سعيدية بالنفط للأسف انقطع الاتصال مرة أخرى متأكيد كل الشكر الدكتور عبدالرحمن مشيقه في مصر في مصر ممكن الاتصالات شوية تكون في هذا التوقيت ربما سيء الاتصالات نعتذر الحقيقة من الدكتور المشيقه على انقطاع الاتصال مرة أخرى وممكن شكرا لك دكتور على المداخلة كذلك مرة أخرى نورا دعيني أنتقل مرة أخرى إلى مبادرة تراثنا عشرين ثلاثين تحدثت بأن من ليس له ماضي ليس له حاضر كيف نورا المرأة السعودية بالتحديد اليوم قادر على توظيف ربما التراث في حاضرنا كيف نقدر نوظف عناصر التراث في حاضرنا اليوم التراث في كل المجالات نعم إذا فهمنا ماضي أي مجال فهمنا حاضره وأحسننا تطوير مستقبله نعم إذا للشعوب إذا للشعوب ألوان فالتراث يوثق ألوانها هو مصدر التنويع والأفكار والإلهام التطور لم يصل لنا وليده يوم وليلة إنما بالتراكم المعرفي التراكم المعرفي هذا نريد أن نشاهده بشكل مرئي ومحسوس صحيح عن طريق التصاميم الفنون كل مجالة تراث كل مجالة ماضي الإعلام الرياضة نشاهد الرياضات القديمة الإعلام له برامج قديمة كيف نستفيد منها كيف نطورها كيف نجدد منها كيف نحيا في الحاضر بلا ملن يعني فمو فقط نعرضها مجرد عرض هذه الذكريات إنما نعيد توظيفها في الحاضر كدعم التثقيف وترفيه من خلال الفعاليات الأسواق المقاهي التي نشاهدها اليوم التراث هو أحد بدائل النفط واعتمدت عليه الكثير من الدول التراث هو اللون والهوية والملامح التي تميز كل بلد عن الآخر بل كل منطقة عن الأخرى مستمد ومستلهم من تضاريس الطبيعة التي شكلت ثقافة قاطنيها إذا فهمنا ماضي أي مجال فهمنا حاضرة وأحسننا تطوير مستقبلة في الإدارة نحن نعتمد على هناك مدارس فكرية كيف بدأ هذا المجال وكيف نطور ونحن لا نفعل الطب الطب كيف يعني الطبيب يجب أن يدرس المدارس الفكرية القديمة في الطب حتى يفهم حاضر الطب اليوم التقنية كيف كانت وكيف وصلت من يأخذ دورات في التقنية من البداية كيف بدأت التقنية وكيف وصلت كل المجال إعلام نحن لا نتحدث عن موروث شعبي فقط بالملابس حتى إذا دخلنا أي مكان أي مجال بما فيه الإعلام نجد إرشيف إرشيف كيف بدأ وكيف وصل كيف بدأ بهذه الطريقة نورة اليوم كنت حدث أستاذ علي كذلك أيضا عن دور المرأة اليوم وتمكن قيادة المملكة للمرأة في جوانب عديدة يعني في فترة وجيزة جدا تبوأت المرأة مناصب عديدة ربما وصلت إلى ناسا ما شاء الله بدون ذكر أسماء كيف نعكس ذلك برأيك على المرأة السعودية وما هو دور المرأة السعودية ربما في دور وهذا الشيء موجود منذ القدم ولكن أكدت المملكة من خلال التشريعات لتسهيل عملها وتذليل العقبات أمامها المرأة الآن نشاهد لها إنجازات في مواقع استراتيجية وعلمية هناك أسماء لأريد أن نغفل بعضها لكن فعلا أحتفى بها العالم بأسرة فهذه التشريعات ذللت من هذه الصعوبات ولتسريع عملها ولله الحمد المرأة كانت لها مكان وما زانت ولابد أن يكون هناك أيضا تشريعات تقف معه هذا الله الحمد تحقق وتحقق بشكل أكبر وكانت موجودة ولله الحمد والآن صارت أكبر وأكبر نعم الحمد لله رب العالمين أستاذ علي الهيئة العامة للترفيه مشرفة طبعا على مواسم السعودية أعلنت عن موسم اليوم الوطني التاسع والثمانين خلنا نتحدث عن تفاصيل ربما الفعاليات التي ستقام إن شاء الله في اليوم الوطني التاسع والثمانين طبعا كيف تم التنسيق هيئة الترفيه استطاعت أن تقوم بعمل برنامج متكامل قبل فترة ومستعدة لليوم الوطني بشكل كبير نعم نسقت مع إمارات المناطق من خلال اللجانة المختصة في المناطق استطاعت أن تقدم برامج نوعية برامج علمية برامج ثقافية برامج اجتماعية نعم برامج دعم للشباب اللي يعملون في اليوم الوطني بشكل أو بآخر هناك حفلات غنائية في مدن المملكة جميعها بدون استثناء استطاعت أن تواكب الذوق العام للمجتمع وتعطي المجتمع حسب رغبته وهوايته هناك من يحب يحتفل في المسرح هناك من يحب يحتفل داخل جمعيات الثقافة والفنون هناك من يحب أن يحتفل في الملاعب هناك من يحب يحتفل في الحدائق هناك من يحب أن يحتفل في أماكن مختلفة هيئة الترفيه استطاعت أن تغطي المدن والقرى والهجر أضيف إلى ذلك أن معالي المستشار تركيا على الشيخ الرئيس العام الهيئة الرياضية سابقا ورئيس هيئة الترفيه حاليا استطاع بأسلوبه الخاص والبسيط أن يستقطب المفكرين والشباب البارزين بسرعة البرك حتى شاهدنا بعضهم مشارك في المهرجانات ومشارك في الاحتفالات يحاول دعم أي شخص يكون لديه قدرة ومخزون ترفيه كبير استطاع أن يتواصل مع كل مبدع قبل مناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسعة والثمانين وطبعا يصهر كل الأفكار لصالح الإنجاز والإبداع رأينا بالعمس في منطقة عسير استعراض جميل جدا جدا للقوات المسلحة مشاركة الأهالي مشاركة الجنسين الرجال ونساء طبعا تناقم حقيقي يفسر قوة المجتمع السعودي تلاحمه مع القوات العسكرية تكريم الشهداء شهداء الوطن الأعزاء شهداء الوطن الباقين شهداء الوطن البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودماءهم من أجل تراب الوطن وحبا في القيادة ذهبنا إلى منطقة الرياض وجدنا احتفالات متنوعة ألعاب نارية طبعا برامج مختلفة فنادق تحتفل الفنادق استطاعت أن تتواكب سريعا مع برامج هيئة الترفيه وبعض الفنادق في بعض المناطق قامت بمبادرات ممكن أن أغلب الناس أول مرة يسمعها يعني أعطت لهذا اليوم بالمجان يعني أنا أذكر في فنادق كثيرة أحبا فيها بهذا اليوم استطاعت أن تتلاغم مع رؤية يعني رؤية سريعة معالي المستشار تركيان الشيخ ومع البرامج برامج صراحة صعب حصلها يعني برامج بغالك ساعتين ثلاث ساعات تحصرينها صحيح أضيف إلى ذلك أن هناك برامج علمية برامج علمية مصاحبة يعني كانت فعلا مفيدة مثلا جمعيات الثقافة والفنون استطاعت قبل يومين مثلا في القصيم في بريدة أن تقدم عمل جميل جدا عمل نموذجي أن تستطيع أن تكتشف مواهب كانت غائبة داخل الجمعيات على المستوى الترفيهي وتقدمهم للمتابع بشكل جميل استطاع أن يلال الرضا والمحبة والاحترام والتقطير ومن ثم الانتقال إلى مرحلة ما بعد الأمسيات في هذه الجمعيات إلى الألعاب الشعبية إلى خلافه مثلا نذهب إلى جدة جدة تختلف كليا عن مناطق المملكة بالاحتفالات بأسلوب مميز آخر نذهب إلى جازان نذهب إلى نجران نجران احتفل بالألعاب النارية احتفل على حسب الشيء الموجود الحمد لله نذهب إلى الشمال في العرعر وفي الجوف وفي حايل كانت الاحتفالات جميلة جدا استطاعت أن ترد على كل من يحاول أن يكتب كلمة مندسة بسبيل التأثير على المجتمع ولا زال هناك حسابات طبعا همها الهدم داخل الأمة العربية تستهدف السعودية وتحاول تصوير أي مشهد في سبيل التأثير لا تعرف ولا عندها قناعة أو مخزون أو عملية استشعار أن المجتمع السعودي يستطيع أن ينقض ولا يستطيع أن يخون يستطيع أن يسرد ولا يستطيع أن يقصي المجتمع السعودي متعايش هيئة الترفيه حاضرة بأفكارها ببرامجها بأعمالها بتطويرها لديها خطة تحتضن الجميع أي شخص وشاب وشابة لديه أفكار لديه أعمال تتهم الوطن ولصالح الوطن مرحب به بكل بساطة لا يوجد هناك حواجز سمو ولي العهد حفظه الله وأطال في عمره الرجل الشاب الواعي المدرك النموذجي الذي تواجد قبل فترة وقدم لنا سباق عالمي يخص الهجن تواجد فيه جميع ملاك الهجن في دول الخليج العربية استطاع أن يجعل من الطائف وميدان الطائف نافذة اقتصادية عالمية هنا هيئة الترفيه كان لها دور رئيسي في التسويق الجيد لأعمال احتفالات اليوم الوطني من خلال المهرجانات التي كانت تقام قبل احتفالات اليوم الوطني بالتأكيد كل شكر لك طبعا أنا وقت انتهى للأسف معكم أشكركم على وجودكم يا سيد علي اليامي وكذلك أيضا سيد نورا الرشيد أنا أشكركم على وجودكم ويانا اليوم ترفت بالتأكيد بوجودكم اليوم في أماصي كذلك أيضا بوجودكم في الشارق وكل عام أنتم بخير مرة أخرى كل عام أنتم بخير وحنا نشكر أهلنا في الإمارات وقيادة الإمارات وشعب الإمارات ونقول الإمارات والسعودية كيان واحد وسيظلون كيان واحد بالتأكيد معنا أبدا بإذن الله شكرا إذن انتهت تغطيتنا الخاصة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني أو عفوا اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية التاسع والثمانين فكل عام والمملكة قيادة وشعبا مرة أخرى بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة